قاسم منصور أهلا وسهلا فيك باليوم على الحرة ومن لبنان على الإمارات لتصوير مسلسلة 350 جرام خبرنا عن دورك أولاً يعطيك ألف عافية فاتن شكراً على الاستضافة الحلوة أملعب شخصية وعد ب350 جرام هي يعني الحارس الشخصي أو فينا نسميه بعد أنه اللي بينفذ الطلبات اللي بيقمرها منه المعلم فيز الأشر اللي هو سلوم حدد شخصية نوعاً ما ما فيها إحساس ما فيها مشاعر لأنه هو بس بيتلقى الأوامر فينا نعتبرها شوي متل الروبوت الآله يعني بيتلقى الأوامر ونفذ بلا تفكير نفذ ثم اعترد بس طبعاً الاعتراض ما فيك تعترضي بوجه حدا متل المعلم فيز الأشر اللي هو أهم رجل موافية بالمنطقة شو تعلمت من استيسها النوم يعني هو مدرسة مدرسة مستقلة فريدة متفردة مميزة شو تعلمت منه خلال مشاهدة انتوية؟ كل مشاهدة كنت عمي لعبها أنا وأستيس سلوم بشكل خاص تفكيره كيف بيحكي كيف بيطلع له لأنه هو عمي لعب شخصياً أنا أستيس سلوم تابع بكذا عمل يعني مثلاً شخصية أبو عبدالغول بمسلسل الندم يعني زهلت صراحة يده بتمثل فلما وقفت بوجه صراحة كنت بكمة السعادة لأنه يعني أنا كنت أنا صغير أحلم أوصل معيك أشتغل معيك أشخاص بـ 2021 رح نشوفك بـ 350 جرام وأيضاً رح نشوفك بـ 2021 بالـ 2021 هالعمل اللي كان مفروض يعرض بـ رمضان 2020 بـ اسم وعنوان 2020 قصيخة ولونادين ناسيب جامل وتأجل بسبب ظروف كورونا ويقال أنه حيُعرض بـ رمضان 2021 عملين بنفس السنة خبرنا عن دورك بـ 2020 شوفي لا أخفي عليك أنا فريب أسمر من الأشخاص اللي اشتغلت معهم وارتحت معهم جداً من بعد أول العمل كان بـ 5 ونص لما ترشح اسمي على العمل مبسط لأنه هيدا تاني عمل مع كوسي ونادين وبلس أنه العمل مسلسل 2020 ضخم عمل يعني حيكون على مستوى الوطن العربي يعني عندك عملين ضخمين بـ رمضان 2021 ورح يكون في شخصيتين مختلفين جداً بالنسبة للمشاهد شخصية أولى هي شخصية عبدو اللي هي طبعاً 2020 اللي هو ابن أهم تاجر مخدرات بالبلد ما بدي أحكي كثير عن تفاصيل الشخصية لأنه أحداث العمل بتدور عن الأكشن والتشويق والمخابرات والأصص ففيه أشي حلوة ومهمة هون عم بلعب كاركتير حدا يعني مش رجل عيصابي بس إنه فيك تقولي عملين متناخدين لبعض هوني كاركتير وهوني كاركتير فهيدا الشي حلول إليه ورح يعطيني مفروض إن شاء الله بفوزيتف فيبس لقدام إن شاء الله كيف تركت لبنان؟ يعني الأوضاع اللي عم نعيشها بالبلد للأسف سيئة جداً يعني من أتمنى تصير أحسن بس ما بتنحمل هلأ يعني بالأول ما كنت تفكر قول إنه لأ إيا شاب إنه يسافر من البلد لأ خليك وضل وهيدا البلد رح يزبط بس هلأ لأ بنصح كل شاب بيقدر يطلع من البلد يطلع يأمن حاله يؤسس حاله بعدين يرجع ما بتعرفي عمد رح يرجع يمشي البلد شو صار بالثورة؟ ثورة لابد لابد أنه اللي ما قدروا يعملوا أهلينا نحن نحاققه وبتمنى نوصل لمرحلة بلدنا يبطل فيه طوايف بلدنا يبطل فيه أحزاب بتمنى نوصل لمرحلة إنه لبنان يصير كله شعب واحد إيد وحدة بعاد عن الأحزاب بعادة عن الأديان بعادة عن هيدا فلان تابع لهيدا وهيدا تابع لهيدا يا جماعة والله والله الحياة أجمل راح تصير خلونا نطلع من التفرق وخلونا نطلع من السياسيين والأحزاب خلونا نكون نحنا الشعب اللبناني عنده طموحات وعنده إشي بيقدر يعملها بس عطوهم مجال عطوهم كل العلماء كل المفكرين كل الناس القوية طلقت من البلد أنه ما في عنده شي تقدمه للبلد أو البلد ما عم بيقدم له شي خلونا نعيش قاسم منصور شكرا لو وجودك معنا باليوم على الحرة وإن شاء الله تكون صرختك وصلت بتمنى شكرا لقليك يعطيك ألف عافية وبتمنى لكم توفيق شكرا